السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمًا سواك ففرجته عني وكشفته وكفيته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا إلى يوم الجمعة 28 تموز يوليو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج العقرب في عنا بعد قليل خلو مسار من بعد بث الحلقة أيضًا بعد منتصف الليل بانتقل القمر وبصير في برج القوس طبعا بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في برج العقرب لهو موعد بث الحلقة هو الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 57 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لا منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر بما إنه موجود في برج العقرب معناته بظل لغاية ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج إنه منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت أو الاهتمام بالعقارات بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري هاي زاوية تاثراتها من 28 سبعة إلى يوم 16 ثمانية ذروتها يوم 7 ثمانية في تمام الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل بتبدد الحدود هاي زاوية في أي مسعى منقوم فيه ما بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس في بعض الأوقات ولكن شوية بتعمل عنا نوع من أنواع التقلب وعشان هيك ما لازم نعتمد على الحدود نهائيا بتعطي نوع من أنواع الضغط المالي والمصاريف المالية ممكن يكون في بعض الأشخاص يواجهوا بعض المشاكل في حياتهم المهنية أو المادية وبرضو مشاكل في علاقاتهم الاجتماعية أما دوليا فبما أن الشمس قيادة وجيش وقرارات والمشتري العلاقة بالمال فإذن الفترة القادمة فيها كثير من المشاكل اللي على المستوى المالي والاقتصادي والتقلبات المالية والتهديدات اللي أسبابها ضغوط مالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هذه الزاوية تاثراتها من يوم 25 سبع إلى يوم 30 سبع طبعا ذروتها يعني كانت يوم 27 ما زالت يعني إحنا بقم ذروتها الآن موعد بث الحلقة فهذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح هذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين منستفيد من الرحلة بتوفر لنا إياها هذه الزاوية من دعوات أو سفريات أو تسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين الشمس وبين بلوتو هذه الزاوية تاثراتها من يوم 13 سبع إلى يوم 30 سبع بالثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما أنها بتزيد من حدة شهوانيتنا اللي بتضر بالصحة وممكن تسبب لبعض الأشخاص أمراض خطيرة أو يكتشفوا أنه فيه أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي تاثراتها من يوم 21 سبع إلى يوم 13 ثمانية طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 1 ثمانية الساعة ثمانية وأربعة واربعين دقيقة مساءً بتوقيت جرينج بتخلق جوه عام من التسامح وبرضو من التسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا من مد يد العون لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن خطأ بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعالات في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 13 سبعة لأيوم 28 سبعة طبعا بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزداد العصبية وعلينا يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا كما أنها ممكن أنها تعرضنا لهجومات مع الخصوم فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هذه الزاوية تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها هي بدأت من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس بتمنحنا خيال خصب ومثالية والهام والمواهب الفني والميل للأحلام وقوة الحدس وهذا شيء ممكن يجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية أكثر فأكثر وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 28 ستة ليوم 12 طبعا هذه الزاوية زاوية منفصلة وهذه الزاوية بتسبب يعني عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو حدث قديم برجع بظهر على الساحة بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي ذروتها اليوم أو تأثيراتها المباشرة من اليوم طبعا في زاوية اللي هي من بعد بث الحلقة بتبدأ ذروتها فعشان هيك من موعد بث الحلقة ولما بعد رح نذكر كل زاوية ولكن بشكل مختصر اللي بده تفاصيل أكثر برجع لحلقة الأمس ولكن لازم أني أنوه لا إلها لأنها تأثيراتها مستمرة أول زاوية زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي زاوية تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وحتى صباح يوم الجمعة بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث عليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي يعني تأثيراتها برضو مستمرة من الآن وحتى صباح يوم الجمعة أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بالفترة هاي بيتجه للتنفيذ من خلال صرف النقود والفلوس بإسراف دون حساب عشان هيك بتكون تنتبهوا من المصاريف أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وبرضو تأثير هاي زاوية من الآن وبتستمر حتى ظهر يوم الجمعة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجيي الطباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وبرضو هاي تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية يعني الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الجمعة في خلوم مسار ذكرنا يوم أمس وهو مستمر حتى الساعة اتناعش واربع وعشرين دقيقة بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بتوقيت جرينيتش بعدها القمر بده ينتقل ويستقر في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي ما بين العشر وخمس وثلاثين مساء لغاية الساعة اتناعش واربع وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة اتناعش وخمس وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل القمر خلص بنتقل وبصير موجود في برج القوس عشان هيك منشعر بالابتهاج خلال يوم الجمعة نجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزاوية التي تليها أو اللي رح تتشكل أول الانتقال هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية ذروتها ساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة طبعا تأثيراتها بتبدأ من الآن برضو من موعد بث الحلقة وبتستمر حتى صباح يوم السبت بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساند والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية طبعا ذروتها الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح تقريبا أول ساعات يوم الجمعة يعني بعد منتصف الليل مباشرة وبيستمر حتى مساء يوم الجمعة يعني طيلة النهار من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثير النقد والعنادة والميل للكأبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية طبعا ذروتها الساعة ثمانية وثمان دقائق مساء من مساء يوم الجمعة تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الجمعة وبتستمر حتى صباح يوم السبت بخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم في يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود بشكل يعني في سلبية بتسبب أن خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا بالصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم وهو انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من الأسد لبرج العذراء طبعا هو رح يكون عنده ثلاث حركات في حلقة مفصلة تماما عن التأثيرات والإيجابيات وإيش السلبيات المتوقعة عند التراجع والأمور هاي موجودة بحلقة صارت موجودة على القناة من أيام طبعا بالنسبة لكوكب عطارد هو الساعة تسعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الجمعة بده ينتقل من الأسد لبرج العذراء رح يظل في برج العذراء بحركة أمامية لغاية يوم ثلاث وعشرين ثمانية بعديها ثلاث وعشرين ثمانية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بعدها بده يبدأ كوكب عطارد بالتراجع في نفس برج العذراء اللي التراجع رح يستمر من يوم ثلاث وعشرين ثمانية لمساء يوم خمسطاش تسعة بعدها برج على الحركة الأمامية يعني من خمسطاش تسعة لغاية خمس عشرة رح يكون برضو بحركة أمامية في برج العذراء بعدها بنتقل القمر يوم خمس عشرة لبرج الميزان بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج اللي حليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات لغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة أما ما بعدها يعني طيلة يوم الجمعة عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مبصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذول اللي بصيروا أكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية أكثر فأكثر بالنسبة لهذا اليوم يعني العمليات الجراحية اللي تتعلق بهاي الأعضاء كعمليات كبرى ما بنصح فيها عمليات صغرى ما في أي مشاكل وأي إجراء فحصات أو علاجات لهذه الأعضاء برضو فترة مناسبة واللي بشعر بأعراض غير اعتيادية بالدراجة طبيبه بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بنصح فيها نهائيا لأنه نتائجها غير مرجوة أو ممكن يكون فيها أنه مش الشكل اللي أنت بدك إياها أو النتائج اللي بدك إياها فما بنصح بأي شيء له علاقة بالتجميل إلا إذا شغلت تقشير بشرة الشغلات زي هيك ممكن بالنسبة لإزالة الشعر الزائد طبعا هنا أحنا منقول أنه يعني عملية اللي هو العملية الطبيعية اللي أي إنسان بعملها ما في أي مشكلة ولكن بالليزر ما بنصح نهائيا يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة يصلح للصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي القمر في برج القوس طبعا رح يستقر معناته قلو المسار القادم بيبدأ الساعة 11 وخمسين دقيقة من مساء يوم السبت وبيستمر حتى تقريبا صباح يوم الأحد الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم في تمام ساعة 12 و39 دقيقة ظهرا بصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 45% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في العقرب زي ما حكينا الآن وبدو ينتقل لبرج القوس طيلة يوم الجمعة ورح يظل في القوس ليوم 37 منتحس الآن بنسبة 60% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 40% عطارد زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 15% طبعا ياريت إذا عجبك المحتوى تحط لايك ما عجبك المحتوى تحط دسلايك مش مشترك اشترك إذا اشتركت حاول أنك تفعل زر الجرس عشان يصلك الحلقات بشكل مباشر بالإشعارات حابب أنك تظلك مثل ما أنت تدخل بس من خارج القناة برضو ما عندي أي مشكلة شكرا لاهتمامكم طبعا اليوم دحكي بجدية ما بدأت مصخر عشان في ناس بتفهمني غلط ويتفكر أنه أنا يعني مستمت على اللايك والدسلايك باش حدهم شحدة فاللي بدي يحط اللايك يحطه ما بدي يحطه ما يحطه عادي لكم حريتكم الخاصة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بظل فيه تركيز لغاية ساعات منتصف الليل من الآن نوعد بث الحلقة للمكاسب المالية اللي مصدرها شراكة أو تعويض ولكن بتظل صحتكم شوي متقلبة لأنه شوي هيك في بعض الضغوطات موجودة عندكم أو المتطلبات أو الأرق أو القلق من وضع مالي معين أهم شيء أنه ما تندفعوش في الأمور المالية أو المصاريف المالية طبعا من ساعات ما بعد منتصف الليل بما أنه القمر راح ينتقل للبيت التاسع فهون التركيز راح يصير على أمور السفر العلاقات مع الجانب الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير الدراسة الامتحانات المكاسب تعزيز العلاقات العاطفية يعني أنتم مقبلين على يومين تقريبا فيهم طاقة عالية وإيجابية عالية جدا فلازم أنه تستغلوهم بشكل قوي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل يعني على موضوع الشراكي وتدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاءكم بالمال أو العاطفة وزي ما حكينا الزوايا صعبة شوي خففوا وحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم ما تعرضوا حواراتكم أو نقاشاتكم للفشل ابعدوا عن العصبية قدر الإمكان لأن الوضع مش لصالحكم بعد منتصف الليلة القمر رح ينتقل للبيت الثامن يعني طيلة اليوم القمر موجود في البيت الثامن فهنا الاهتمام رح يصير على الأموال المشتركة يعني أي مال معاك شريك فيه هو اللي رح تهتم فيه بنك ضريبة تمين زوج زوجة كلها هاي أموال مشتركة فممكن اليوم تطالب ببعض الحقوق أو تهتم ببعض المواريث أو نقاشات بهاي الأمور ولكن دون مصاريف ودون انفعل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر بدأ بمراحل المقابلة عشان هيك يعني يعتبر هذا اليوم مش من الأيام المثالية بالنسبة لإلك في نوع من أنواع الضغط أول إشي من الآن ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة بدكوا تحاولوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة حاول قدر الإنكان ما تهم الأعمالك ما تقدمها ناقصة ما تدخل بأي حوارات أو نقاشات هاي الحوارات يعني ما رح تكون بصالحك خصوصا إذا فعلت أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا القمر يعني طيلة الجمعة رح يكون موجود مقابلك تماما يعني أول إشي هنا بعزز شراكاتك المالية والعاطفية والحوارات المشتركة والأمور اللي زي هيك وتعزيز الشراكة أو عمل مشترك ولكن بدك تنتبه من الإنفعال والعصبية وطاقتك ضعيفة برضو بدك تراقب وضعك الصحي وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية منتصف الليل بتظل الأجواء جيدة بتبعث على البهج والانشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا الأجواء جيدة ودعم لإلكم تظل على المستوى العاطفي وتعزيز علاقاتكم العاطفية مع الأحبة أو التقارب مع الأبناء أو مع الأحبة ولكن ابعدوا عن فرض الرأي والسلطة والنقاشات الحدي وما تعتمدوا كثير على الحضوض أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وأن القمر بصير موجود يعني بالبيت السادس فرح يصير الاهتمام أكثر في مسائل العمل بتتراكم الأعمال عندكم أو بصير فيه متطلبات عالية للعمل والاجتهاد والتعب والإرهاق فهذا الشيء بسبب أول إشي اللي ذكرناه واثنين ممكن يخليك تهمل بعملك أو مشاكل ما بينك وبين أحد الزملاء فبدك تنتبه لصحتك وعملك وزملاءك أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء إلها علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات منتصف الليل أما ما بعد منتصف الليل بتتغير الأجواء من الآن ولغاية منتصف الليل بتنهمكو بإدخال تعديلات إلها علاقة بالمسكن أو العائلة أو أفراد العائلة أو التقارب مع أفراد العائلة أو مدي بيد العون لإلهم أهم شيء أنه ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك في هاي ساعات بعد منتصف الليل القمر خلاص بنتقل واستقر في البيت الخامس عشان هيك يعاني بتجتازوا فترة إيجابية أو يوم إيجابي بيبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم ولكن ما تعتمدوا عليه كثير ولكن بيدعمكم عاطفيا وماليا وفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة لكل شيء التلاقي تعارف الحب الغرام يعني الأجواء بتصير أكثر فيها إيجابية ودعملة إليك بشكل قوي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بظل فيه نشاط وحيوية وحركة عالية جدا بالدراسة بالسفر بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات وبرضو بالنزه القصيري أو تغيير الجو وتعزيز العلاقات مع الإخوة ومع الجيران ولكن بدك تحافظ على عصبيتك وحاول أنك ما تتهور أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر بصير موجود عندك في بيتك الرابع فبتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يهتم بالمسائل العائلية أو سكنوا أو تعاون مع أحد أفراد العائلة أو يهتم بمسألتهم أو حدث عائلي أهمش أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن شوي يكون في بعض القلق من بعض المسائل بالنسبة لما أوليد برج الميزان بينصب اهتمامكم من الآن ولغاية ساعة منتصف الليل حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بظل فيها بعض الاهتمام المالي للحصول على مكسب من عمل إضافي مستردات، هباد، دعم، يعني من هذا المجال ولكن بدكوا تنتبهوا من المصاريف لزيادة وأيضا إضاعة الأموال ومن اللصوص أو المستغلين أو الأمور هاي أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هاي هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة خلال هذا اليوم وبتقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخطر والبديهة والقدرة على إيجاد الحلول برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكم نشاط وحيوية وبينجذبلكم أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة من شأن هنهتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هذا الأمر من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بظل في عندك حماسة ممكن تنطلق بأكثر من اتجاه فعشان هيك الطاقة عالية جدا أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي ابتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك وظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح بيجي من جهة أجنبية أو غريبة خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ما زلتوا مضغوطين لأن القمر ما زال لغاية ساعات منتصف الليل من موعد بات الحلقة اللي ومساء يوم الخميس ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتظلها فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر بس انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة بعد منتصف الليل القمر بصير موجود عندكم فعشان هيك طيلة يوم الجمعة بتنشطوا بشكل عالي جدا عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها نتدعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم الاجتماعية تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات واليوم ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير أنت بالفعل يعني بأفضل الأيام إن شاء الله برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا النشاط الاجتماعي بظلم سيطر على الساحة باتصالات وحوارات ولقاءات وممكن يكون لك اليوم يعني في مناسبة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل يعني الأجواء جيدة شيئا ما اجتماعيا ولكن بدأ الضغط لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب اللي بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة رح يكون موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تحذر لأنها فترة غير مريحة صحيا ونفسيا وحاولوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري وتخلدوا للراحة ابعدوا عن المؤامرات والرهان خلال هذا اليوم على الحظ ما تعتمدوا على الحظ نهائيا ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شيء أنه ما تجزفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضود برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليلة الخميس على الجمعة الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بتنجحوا بإثبات جدارتكم عن الرضا للمسؤولين بدكوا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا أن تدخلوا بأي مشاكل وما تشوهوا سمعتكم بأي تصرفات أو مغامرات أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة فأنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاح ولا صحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وهذه فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس لا إعلان رأيك اقتنس الوقت المناسب ولا الحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين ولكن ما تغامر وتشوه سمعتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وتعزيز العلاقة مع الأحبة وبالظل الأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات منتصف ليلة الخميس على الجمعة لا يجرى مقابلة أو حوار أو نقاش أو حتى تقارب فكري الفترة ممتازة للسفر وللاتصالات بشكل كبير أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة بتصير هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا فيه دخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارة ونير رضى المسؤولين أهمش إنه تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة المشاكل أو مجازفة وتشويه السمعة بتصرفاتكم ضبط الأعصاب مطلوب هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء طبعا هيك منكون انتهينا من الحلقة ياريت إذا عجبتك الحلقة تحط لايك ما عجبتك الحلقة تحط دسلايك حابب تكتب كومنت في صن تحت الأشياء المكتوبة تحت تكتبها مش حابب برضو شكرا لحسن الاستماع ما رح أحكي باستهزاء ولا الناس يعني إذا بدأ أضحك بيقولك ليش بضحك بتخوث علينا إذا سكتنا بيقولك ليش هذا سكت إذا عطسنا ليش عطس شو يعني بدي يعدينا يعني والله عادي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر